وده اللي هيمين يعني ما هيمينش يبقى سبع نجوم ولا خمس نجوم يبقى نظيف بس بعيد عن المضايقات اه لزعاج اه طبعا لاني ده نقطة مهمة جدا والباقي بقى بإذن الله كلها حاجات نقدر عليها ونتجوزها والدنيا تمشي حلوة بإذن الله طيب بص يا جماعة مازنبي مش جديد مازنبي قديم قوي لد عريق أولا هو التأسس 1939 بس هو الناس ما بتاخدش بالها انه ده الانجلبير ده الانجلبير اللي لقى مع الاسماعيلي فاينال سبعين واللي الاسماعيلي خد منه أول بطولة أفريقية تدخل مصر لنادن كانت للنادن الاسماعيلي في استاد القاهرة في سبعين ده كانت على حساب الانجلبير اللي هو مازنبي كان وقتها بيعرف باسم الانجلبير عنده خمس ألقاب في دورة أبطال أفريقيا يعني اذا كان الأهلي عنده الحداشر وبيطمح للاثناشر مازنبي عنده خمس ألقاب بيتساوى فيها مع الزمالك هو تاني أكثر الأندية حصولا على البطولة الأهلي قيمته التسوقية انتوا حافظينها وعارفين انها 32.2 مليون دولار مازنبي قيمته التسوقية واحد وخمسة وتلاتين من مية مليون يورو اتأسس 1939 بطولاته المحلية واخد الدورة في الكنغو وكمان حتى الكنغو دي برضو واضح ان كل حاجة بتتغير كنغو الديمقراطية دي هي زئير فزي ما الانجلبير مازنبي كان الانجلبير الكنغو الديمقراطية كانت زئير اللي في 74 خادت كاس الأمم الأفريقية من مصر في القاهرة عملت مباراة كانت عجيبة وغريبة لكل بيذكرها بس هي دي زئير مش اللي هي بعد كده فات مغلوبة 0 وكسبت 3-2 اه مغلوبة 2 كسبت 3-2 الفريق المازنبي عنده 19 لقب في بطولة الدورة واخد كاس الكنغو خمس مرات واخد السوبر الكنغولي ثلاث مرات البطولات القرية بتاعته واخد دور الأبطال وقلتلكه خمس مرات وحل وصيف مرتين واخد كاس الكوس الأفريقية الأديمة مرة واخد كاس السوبر الأفريقي ثلاث مرات كاس الكنفدرالية خدها مرتين الوصيف مرة في الكنفدرالية لكن كمان يحساب له انه لما راح كاس العالم في عشر عشرة كان تاني أنديت العالم وصل للفاينال وصل للفاينال وخد المركز التاني أنا بس عايز أقول معلومة عن مازينبي مازينبي يا جماعة يملكه أو دايماً بيرقصه أغنى أغنياء الكنغول وصل به الأمر كان عندهم لعيب اسمه موبوتو استمات الأهلي إن يحصل على موبوتو ده وكان أبرز لعب في أفريقيا تقريباً فأول مرة يزدوا القرار بتأميم لعب ما منوع خروجه تأميمه الرئيس النادي قال كده هذا اللاعب ليس ليس مش هيخرج من مازينبي وساهم مع مازينبي فيه معظم الألقاب حاولت أنت تجيبه حاولنا كتير مش أنا بس فرقة كتيرة داخل القرى فكان يعني إلا موبوتو إلا موبوتو أيوة يعني ده بيقولك إن هم بيبقوا حرصين على البطولة أوي عشان كده أنا بتقولي القيمة التسويقية لأن هم ما بيستدروش لعبتهم عادة يعني بيتمسكوا بيهم ولذلك مازينبي من أكتر الأندية اللي بتقدر تفوز بألقاب لأن كل نجومه أو أهمهم بيبقوا في الكنغو الوضع ده ممكن يكون اتغير شوية ده فيتا كلاب ومازينبي لأنه ده الصراع اللي عندهم المحل بقى يعني هم وفيتا كلاب عندهم صراع سيونائي دي أرضية الملعب بس أنا عايز أقول لكم مشوار مازينبي ده وصل لغاية كده فين يعني إيه اللي وصله لغاية ده السنة دي هو لعب في الأدوار الأولى مع نياسى بيك بولكس الملوي كسبه 1-0 ورجع كسب العودة 4-0 فافتتحها كده ما شاء الله يعني لقى في المجموعات مع بيرامدز هو خرج بيرامدز تعادل مع بيرامدز في القاهرة 1-0 بيرامدز فاز عليه 1-0 ثم مازينبي في ملعبه كسب سنداونز 1-0 يعني هو تقهل هو سنداونز هو كان تاني مجموعة خلف سنداونز نوازيب الموريتاني اتعادل معاه 0-0 في موريتانيا وبعد كده مازينبي قدر في ملعبه يقول له لا تعالي بقى رح كسبه 2-0 استضاف بيرامدز خرجوا فيها كسب بيرامدز في الملعب اللي يلعب عليه لقال بعد بكرة 3-0 وبعد كده اتغلب من سنداونز 1-0 دي كانت مسيرته يعني مع سنداونز تبادل الفوز 1-0 و1-0 كل في ملعبه الآلي مع فريق قوي دي نتائجه مع سنداونز ومع بيرامدز ومع بيرامدز ففريق قوي الآلي يلعب معاه قبل كده 4 مرات فاز الآلي مرتين ومازينبي فاز مرة وتعادله مرة وتساوفه الأهداف كل واحد تسجل في الثاني 3 أهداف في الأربع مباريات دول ده يمكن مشوار مازينبي لكن هو استعد بشكل قوي طبعا وكسب فيتا كلاب الكونغولي في المباراة اللي انتوا شايفينها وتصدر الدوري في بلاده وبقى جاهز وكل التصريحات اللي طالع من رئيس البعثة أولا لمينا نضاي اللعب السنغالي الأديم هو المدرب بتاعهم دلوقت فعندهم مشروع عندهم إمكانات عندهم طموح كبير وفي ملعبهم شارسين جدا لكده أعتقد مستر مارسل كولر درس الفريد ده بما يكفى باش مانا نتمنى التوفيق يوم المباراة نتمنى الحالة البدنية والنفسية تكون في أعلى معدلاتها هو ده ضمنك الوعيد أنك تؤدي مباراة جيدة طيب على نفس أو في نفس الدور حيتلعب طبعا مباراة اللي حتكون في الطرف الآخر الترجي التونسي بيستضيف سانداونز برضو يوم السبت ولكن في المساء والمباراة في تونس وبعدين الترجي يسافر إلى الترجي يلعب المباراة الأولى في ملعبه يوم السبت ملعب حماد العقربي في رادس الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة هيحكم مباراة الترجي وسانداونز عمر عبدالقادر من الصومال وحيساعده السوداني محمد عبدالله والجيبوتي لبان عبدالرازق مباراة الآلي تقم تحكمها عليه بعض علامات الاستفهام البروندي باسفك ندى بيها وبيساعده الأنجولي جيرسون إيميلون والبنيني إيريك إيمافو والبنيني أيضا لويس دي جندو الحكم الرابع والعندو الغاني دانيال لاريا دا حكم الفيديو وده كانت أصيلت عليها علامات استفهام كتير قوي وكان أعتقد آخر حاجة في مباراة سانداونز سانداونز بيلعب في ملعبه والكورة الينج أفريكانز الكورة شفتوها كلكم داخل جوه الخط تخيلوا إن فيه حكم في الفار يشوف اللقطة ديت وميحسبهاش كورة في ملعب سانداونز سانداونز متعادل في المباراة الأولى يعني الجندة لو اتحسبت سانداونز يخرج فالكورة تنزل من العرضة لجوه خط المرمى وفي وجود تقنية الفيديو ودانيال لاريا دا الغاني موجود وميحسبهاش دا حط علامات ألأ كتير قوي لدى الاتحاد الأفريقي على هذا الحكم بس الغريب جدا يروحوا جايبينه على طول لمباراة مهمة طرفها النادي الأهلي لنفس الفريق لا دو كان كانت سانداونز مع يانج أفريكانز يانج أفريكانز هو بيجيبوا لمزنبي مع الأهلي الإصرار على تعيينه برغم وضوح الخطأ في المباراة بتاعت سانداونز ويانج أعتقد ثابت علامة استفهام كبيرة قوي ما قدرش الاتحاد الأفريقي لا يفسرها ولا يغيره كمان دا بالنسبة لطاقم التحكيم اللي نتمنى أنه يعني الزنون ربنا وفاقهم ويعدوا مباراة طيبة استعدادهم قوي جدا ورفعين التون قوي يعني قريبت تصريحات لحارس مرماهم الكلام كله على أن احنا عندنا فرصة لإحراز اللقب مش هنسيب مباراة الأهل تعدي طب اللعبة بالنهار فارق معاكم قالك طبعا دا يمكن موقع اللقورة كان عامل مع حوار فبيقول أكيد المباراة الظهر مع الحضور الجماهيري الكبير على ملعبنا كلها أمور في مصلحتنا وده اللي بيخلينا نشعر أننا سنظهر بشكل جيد جدا قال إنه مواجهة الزهاب لا توجد مشكلة بالنسبة لنا إحنا هنلعب في القاهرة زي ما هنلعب هنا ومش فارق معنا حاجة إحنا أخرجنا بيرامدز وكملنا في البطولة وعندنا هدف وطموح أن احنا نكسب اللقب أعتقد كل اللي جاي من هناك يوحي بأن لعبة الأهل مدركة كويس أو صعوبة المباراة وأهمية التحدي وشراسة المنافس